قاليني أحيي زملائي في موقع صدى البلد ومناسبة وإحنا بنختم 2015 أيام قليلة جدا وبقولهم كمان كل سنة وهم طيبين زملنا أحمد صبري زملتنا صفاء نوار زملنا محمود مكاو وكل زملائي في موقع صدى البلد بصراحة هذا الموقع في هذا العام كان له يعني انفراضات عديدة آخرها كان انفراده بحركة المحافظين اللي كانت من يومين هو أول موقع سبق كل الموقع بحوالي ساعتين ساعتين ونص بالتمام والكمال يعني بالعدد وبالأسماء وكان يعني الدقة المتناهية وكان خبر زملنا أحمد صبري واللنا يعني بحييه بحييه كل زملائي في موقع صدى البلد هذا الموقع المتميز دائما واللنا دائما يعني أولا بأول أخبارنا كمان على دائما مهتمين جدا بأخبارنا ومهتمين باليعني بالأخبار لأنه بقول لها حقاكم شبكة صدى البلد بالكامل هي اللي هي ايه الموقع القنوات اللي مش عارف ايه حتى لو فيه ايه هتلاقوا هو نفس التوجه التوجه الوطني فيش توجه الشمال ولايمين ومشتغلوش حساب حد يعني تلاقي موقع صدى البلد لا يوم يدخل في الهيصة او يهص في الهيصة او يتكلم او يزيع فيديوهات مش عارف ايه لا 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 خالص انا بقول لكم موقع محافظ جدا موقع محترم جدا موقع متميز للغاية يعني من المواقع اللي هي لما تيجي تتكلم على الانفرادات وعلى التميز وعلى الوطنية تيجي رقم صدى البلد رقم مهم النهاردة كموقع كمان اصبحها رقما مهما بين المواقع يعني بيتفوق على مواقع للأسف تابعة لمؤسسات كبرى كبيرة جدا بكتير قوي يعني يعني ولكن مجموعة من شباب على فكرة كلهم مجموعة شباب محترفين في موقع صدى البلد كلهم زملاء محترمين جدا بقول لحضركم ايام مثلا انتخابات كانوا عاملين تغطية متميزة جدا في مختلف الاحداث تلاقيهم موجودين على طول بيتابعوا اولا باول واحنا كمان احمد دايما بيسافر سفريات الرئيس وبيحاقق دائما ما بينامش يعني احمد يبقى يعد معنا ما بينامش طول الوقت عمال هنا واخبار هنا لانه هو ده المهم المواقع دلوقتي بقت كمان ناس مهتمية جدا باللي ينشر على المواقع ومن بينها صدى البلد لانا بقول لهم كمان كل سنة طيبين وبحييهم دائما على تميزهم وعلى ثقة القراء بهم بهذا الموقع بكل الزملاء اللي شغالين والزملات اللي هما بيشتغلوا في موقع صدى البلد 2016 عايزين كمان انفراضات دائمة وتميز اكتر وهي دي الثقة في صدى البلد كمواقع او كموقع وكشبكة كبيرة جدا النهاردة اصبحت لها المكانة والتأثير والثقة من المخلصين والمحبين لهذا الوطن لان احنا كلنا ما بنغيرش جلدنا ما بنغيرش